السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إخوة الأعزاء القولون العصبي مشاكل القولون العصبي التهابات المعدة التهابات الاثنى عشر أي مشاكل بتواجهنا في المعدة أيا كانت إن شاء الله سنتحدث عنها في هذه الوصفة البسيطة من مجربات الطب البديل هي من المجربات إن شاء الله تكون مفيدة وناجحة ورخيصة الثمن جدا ممكن إن شاء الله تلاقيها عند العطار في دولتك أو بسموه بعض الدول الحواج أو العشاب إن شاء الله بتلقاها القولون العصبي مثل ما بنعرف من اسمه هو القولون العصبي يتحكم بالحالة النفسية فأول شي بهمنا إنه نريح الحالة النفسية الآن ممكن إخواني الكرام إنه صعب جدا الإنسان يتحكم بحالة النفسية فالخلطة هذه بتحتوي على بعض الأعشاب اللي بتهدي الحالة النفسية مهما كانت ومثل ما بنعرف إنه القولون العصبي لدينا ثلاث أجزاء من القولون القولون الصاعد والقولون الهابط أو النازل والقولون المعترض خلطتنا بسيطة إن شاء الله يا ريت زي ما تعودنا نجيب ورقة وقلم ونبدأ نكتب مكونات هذه الوصفة تمشي معي بالخطوات واحدة بواحدة وإن شاء الله إنه راح تستفيد عليها أيضا اللي عنده قرحة في المعدة اللي عنده قرحة في المعدة تقرح المعدة مفيدة جدا هذه الوصفة أهم شي إخواني الالتزام بالوصفة ولا تستعجل النتيجة يعني تقولوا والله إنه استخدمتها يوم يومين ثلاثة ما جابت نتيجة بدك تمشي في هذه الوصفة حكينا قديما وتحدثنا إنه أحيانا الوصفات تمتد إلى ثلاث شهور لكن هذه إن شاء الله من أول أسبوع بتعطي نتائج وتبدأ النتائج تظهر على المصاب نبتدع بحول الله أول إشي مع الصور طبعا أنا راح أوضح لكم الصور لأنه أحيانا المسمى اللي إحنا بنحكي فيه في دول مثل المغرب الجزائر ليبيا تونس مثل هذه الدول بكون عندها مسميات أخرى فإحنا مع الصور مثل ما تعودنا دائما بحيث إنه لو ما فهمت المصطلح اللي أنا بحكي فيه ممكن تبحث عنه في الجوجل بلهجة دولتك عندنا أول شي البابونج أو البابونج البابونج وهي صورته مثل ما أنتوا شايفين عندنا الكراوية أتوقع معروفة جدا الكراوية ويكثر استخدامها اسأل المرأة النفسة أو الحامل بس تخلف إن شاء الله النفسة بتعرف شو هي الكراوية موجودة عندها العطار كراوية مطحون شومر أو شمر أو الحب الحلوة تسمى أحيانا الحب الحلوة يانسون وقشر رمان مجفف مطحون إذن خلطتنا بسيطة جدا بابونج كراوية شومر أو الحب الحلوة ويانسون وقشر رمان مجفف مطحون بنأتي بكل هذه المكونات بمقادير متساوية يعني نحن بنعمل كمية كفينا مثلا لمدة أسبوع كل أسبوع بأسبوع بنعمل بنأخذ وقية أو 200 جرام أو 100 جرام خلينا نحكي 100 جرام من كل نوع بحيث نعمل نصف كيلو 100 جرام بابونج 100 جرام كراوية 100 جرام شومر أو شمر أو حب حلوة و100 جرام يانسون و100 جرام قشر رمان مجفف مطحون هذا كله بتلقى عند العطار إن شاء الله كل هالصور موجودة مثل ما أنتم شايفين هذه موجودة إن شاء الله الآن بنطحن بنأخذ كل هذه المواد مع بعض ومنطحنها كاملة مع بعض إذن بنطحنها كاملة مع بعض طحن ناعم جدا بنطحنها طحن ناعم جدا بنحتفظ بالمسحوق كامل بنحتفظ فيه في مرتبان زجاج يفضل زجاج أحرص على إنه يكون زجاج حتى يحتفظ بمكوناته من الزيوت الطيارة ومن الماء المحفوظ فيه بناخذ من هذا المسحوق بناخذ من هذا المسحوق بعد ما نخلطه كامل مع بعض ونطحنه بناخذ منه بمقدار يعني أنا دائما بفضل الحد الأدنى من العلاج أو من الأمان شو يعني؟ يعني ناس بتقول لك ثلاث كاسات يوميا أنا بفضل إنه كاسة واحدة فقط يوميا بمقدار هذا الكاس بنغلي المي بناخذ ملعقة كبيرة من هذا المسحوق بعد ما تغلي المي ونطفي تحتها بناخذ ملعقة كبيرة من هذا المسحوق بنحطها على الماء المغلي وبنتركها لمدة 10 دقائق فقط 10 دقائق 15 دقيقة لحد ما تتشرب منها مزبوط بعدين بنصفيها بكاس ونشربها صباحا قبل وجبة الإفطار قبل وجبة الإفطار منشربها كاس واحد يوميا أنا بفضل إنه بدون أي إضافات من غير سكر من غير أي شيء لو ما استسغنا طعمها وحبينا نحط محلي على هذا المسحوق بنجيب عسل سدر طبيعي أنا بفضل عسل سدر طبيعي معلقة من عسل السدر الطبيعي يا ريت تلتزم باللي أنا بحكي ما بنحط سكر أنا نصيحة نهائي لا بحط سكر عسل سدر طبيعي أو عسل جبلي طبيعي 100% ما بدك اشربها مثل ما هي بدون أي محليات الله بعينك هالشهر زمان التزم فيه وشوف كيف حالتك بتروق ووضعك بروق هذا مناخذ منه كأس يوميا أحيانا إحنا منقول كأس صباحا وكأس مثلا مساء الساعة السابعة مساء قبل وجبة الغداء بساعة هذا قبل وجبة الإفطار بساعة مناخذ منه قبل الإفطار بساعة منعمل هذا الكأس ممكن كأس قبل العشاء لكن مبدئيا في المرحلة الأولى في الأسبوع الأول كأس واحد الأسبوع الثاني زيده كاسين الأسبوع الثالث زيده ثلاث كاسات قبل الإفطار قبل الغداء قبل العشاء تدريجيا هذا ما يسمى في الطب البديل ما نسميه بالحد الآمن للعلاج الحد الآمن للعلاج كيف يعني؟ يعني عشان ما يأثر على أي أجهزة أخرى للي معهم ضغط للي معهم سكري للي معهم غدة درقية للي معهم أي شيء فالحد الآمن للعلاج بهذه الطريقة بكون ناخذ منه كأس أول أسبوع ما صار عندنا أي شيء خارجي أي أعراض خارجية ما حسينا بعي شيء خارجي الضغط تمام السكر تمام ضربات القلب تمام نعمل كأسين تمتوا شيئاً الحد الآمن للعلاج لأنه هذا العلاج إحنا بنعرف أنه فيه أحياناً أنواع من العلاجات بالرغم أنه كل مكوناتها طبيعية للعلم يانسون بابونة شومر ما بتأثر على أي مرض لكن نحرص دائماً على أصحاب الأمراض المستعصية ضغط الدم سكر جلطات البوغض مميعات اللي عندهم مشاكل بالغد الدرقية مشاكل في القلب تسارع بضربات القلب أو هبوط في ضربات القلب فدائماً إحنا بنأخذ الاحتياط والأمان الاحتياط والأمان بنأخذ الحد الآمن وهو كأس واحد لمدة أول أسبوع ما صار عندنا أي تغيرات فسيولوجية في الجسم ممكن نرفع لكأسين وضعنا طبيعي بنرفع لثلاث كأسات ماشي يا أخوان هذا للأمان العلمي في النقل أيضاً بالإضافة إلى هذه الوصفة عندنا خل التفاح الطبيعي شو يعني خل التفاح الطبيعي؟ منحرص أنه نجيب خل تفاح طبيعي ملعقة من خل التفاح الطبيعي على كأس ماء بالطريقة هذه كأس ماء منضيف عليه خل تفاح طبيعي منحركه منشربه بعد الغداء ضروري جداً على معدة مليانة بعد الغداء منشرب خل تفاح طبيعي على ملعقة ومنستمر عليه مع الوصف اللي احنا ذكرناها نبتعد قدر الإمكان عن الابهارات الحارة الابهارات بأنواعها منحاول نستغني عنها عشان نريح القولون العصبي نعيده لطبيعة عمله من أول وجديد التقلصات اللي بتصير فيه وانتو بتعرفوا القولون العصبي ممكن يضرب بالظهر من الخلف بضرب على الصدر بضرب على الأجناب بضرب على الجسم كامل القولون العصبي فإذا منبتعد عن الوجبات الجاهزة نهائياً منبتعد عن القهوة عن الشاي بالفترة اللي احنا بنتعالج فيها عن جميع أنواع الابهارات خلي أكلك طبيعي مئة بالمئة واضح يا أخوان؟ هذا لمصلحتك الآن أنت بك هذا الداء موجود فيك هذا الداء وهذا المرض القولون العصبي أو التهاب المعدة أو التهاب الاثنى عشر التهاب في جدار المعدة قرحة في المعدة هذه الوصفة لجميع هذه الأمراض استخدم هذه الوصفة خل التفاح الطبيعي ملعقة على كأس من الماء تذاب وتأخذ بعد الغداء على معدة مليانة ضروري جداً خل تفاح طبيعي وليس صناعي ماشي يا أخواني الكرام ابتعد عن القهوة خفف قدر الإمكان منها يعني حاول أنك تستغني عنها بهذه الفترة ما قدرت فنجان واحد يكفي يومياً فنجان صغير يكفي الابتعاد عن المنبهات الابتعاد عن البيبسي المواد الغازية هذه اللي بتسببها تهيج ابتعد عنها بالفترة هذه عشان يأخذ مفعول العلاج وبعدين منرجع تدريجياً نعود المعدة إنها تستقبل البهارات تستقبل البيبسي تستقبل القهوة تدريجياً بلش نعودوا عليها أتوقع أنه الكلام واضح وصفة أمامكم جاهزة بسيطة جداً مجربة ومن مجربات الطب البديل إن شاء الله أتمنى أنه تكونوا تابعتوا معي هذا الفيديو وشفتوا الوصفة بالتحديد لا تنسوا الإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم لا تنسونا من لايك لا تنسونا من لايك لهذا الفيديو وأيضاً لا تنسونا بكتاب التعليق لو كلمة واحدة إما كلمة شكر أو كلمة ذنب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته